بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحياكم الله أخواني الكرام وأخواتي في إكمالنا لدرس قانون جيوب التمام أخذنا حلقتين سابقتين تعرفنا فيها على قانون جيوب التمام وكيفية استخدامه ومتى نستخدمه في درس اليوم حنأخذنا إن شاء الله مجموعة من الأمثلة من واقع الحياة خلونا نتذكر واش تألمنا في الدرس السابقة تألمنا في الدرس السابق اللي هو استخدام قانون جيوب التمام إذا أعطاني ظلعين وزاوية محصورة بينهما وأخذنا كذلك استخدام قانون الجيوب التمام إذا أعطاك أطوال الأضلاع الثلاثة واليوم إن شاء الله سنأخذ أمثلة من واقع الحياة نريد أن نتذكر هذه القوانين مع بعض يعني مثل هذه الحالة نلاحظ أن هنا أعطاك مثلا ظلعين وزاوية محصورة بينهما فأنت تستطيع إيجاد هذا الظلع المقابل فمثلا لو سميت هذا الظلع A فأنت بتقول حسب قانون جيوب التمام أن A تربيع يساوي مثلا B تربيع زائد C تربيع ناقصا 2BC في كوساين الزاوية A وبالتالي أنت بتقول والله 520 تربيع زائد 338 تربيع ناقصا 2 في 520 في 338 30 في كوساين الزاوية اللي هي محطات بالنسبة لك 70 وإذا أردت أنك توجد A مباشرة فممكن تأخذ أنت جذر الطرفين مباشرة فنحن نأخذ جذر هذا المقدار ولعل الحاسوب ما تقصر معنا في إجراء الحسابات المعقدة فاليوم راح نشوف مثل هذه الأمثلة طبعا تعلمنا حالة الـ SAS وحالة الـ SSS وقلنا هذه الحالتين اللي تكون لقانون جيوب التمام فقلنا قانون جيوب التمام يستخدم في حالتين حالة الـ SAS وحالة الـ SSS أما قانون الجيب فقلنا إذا أعطيتك زاويتين A, A, S وظلع أو أعطيتك ظلعين وزاوية مقابل أحدهم لحالة S, S, A لاحظ الزاوية A ليست محصورة بين الظلعين وأنما تكون الزاوية مقابلة لأحدهم فهذا نستخدم قانون الجيب وهنا نستخدم قانون جيب التمام مثل ما تعرفنا في الدروس السابقة قانون جيب التمام مثل ما هو واضح أمامنا طبعا ممكن نستخدم لأي ظلع أو لأي زاوية نحن نبغاها فله عدة صياغات كلها صياغات صحيحة على حسب احتياجي أنا في الظلع اللي أبغى أوجد رح أستخدم هذا الظلع لاحظنا أيضا أنه دائما يكون الظلع اللي يكون لوحده هو نفس تسمية مع الزاوية اللي تكون محسوبة في الزاوية المقابلة له وقلنا دائما نستخدم قانون الجيوب التمام في الزاوية الكبرى في الزاوية الكبرى حتى نضمن يعني أن الزاوية لو كانت منفرجة أو كانت قائمة يطلع لنا بينما لو كانت الزاوية حادة لا يوجد مشكلة استخدم قانون الجيوب ولا جيوب التمام للحرية في ذلك ذكرنا أيضا في الدرس السابق في نهاية حالات مثل استخدم قانون الجيوب وقانون جيوب التمام وذكرناكم بها قبل قليل قلنا إذا أعطيتك زاويتين وظلع زاويتين وظلع فبالتالي استخدمنا قانون الجيوب أو أعطيتك ظلعين وقياس الزاوية المقابلة لأحدهم فهنا نستخدم قانون الجيوب وهنا قد يكون المسألة ليس لها حل أو لها حل واحد أو لها حلين وإذا أعطيتك ظلعين وزاوية محصورة بينهما فنستخدم قانون جيوب التمام وهنا دائما المسائل لها حل واحد يعني نشوف كل الحالات هذه لها حل واحد وأطول الأضلاع الثلاثة فهنا نستخدم قانون جيوب التمام فنلاحظ أن الحالة الأولى والحالة الثالثة والرابعة هذه دائما لها حل واحد يعني هذه وهذه وهذه كلها لها حل واحد المشكلة دائما في الحالة الثانية هذه اللي لما نعطيك ظلعين وزاوية مقابلة لأحدهما هذه اللي قد يكون المسألة ليس لها حل أو لها حل واحد أو يكون لها حلين فرأينا مثل هذه في الدرس الرابع من دروس هذه الوحدة خلونا ننتقل الآن إلى المثال رقم ثلاثة ونحل السؤال مع بعضنا البعض ينظر غواص إلى أعلى بزاوية قياسها عشرين درجة بيراس الحفاة تبعد عنه ثلاثة متر وينظر إلى أسفل بزاوية قياسها أربعين درجة فيرى سمكة زرقة تبتعد عنه أربعة متر ما المسافة بين السلحفاه والسمكة الزرقة؟ يعني في النهاية أن تبحث عن مثلثة حلة يعني فعندك الزاوية هذه اللي هي عبارة عن عشرين مع أربعين بتصير سبتين وعندك الظلع هذا ثلاثة والظلع هذا أربعة والمطلوب منك إيجاد الظلع المفقود اللي هو الظلع هذا اللي موجود في هذا المكان هذا الظلع المفقود اللي هو إيجاد البعد بين السلحفاء والسمكة الزرقاء طالما أن أعطاني ظلعين وزاوية محصورة بينهما إذن هنا لدينا لدينا ظلعان وزاوية مقابلة ولا محصورة؟ لا زاوية محصورة بينهما إذن نستخدم أي قانون نستخدم قانون جيوب التمام إذن هنا نستخدم قانون جيوب التمام قانون جيوب التمام وبالتالي راح يعني بقول الآن الظلع A تربيع يساوي B تربيع زايداً C تربيع ناقصاً 2 في B في C في كوساين الزاوية A وبالتالي راح أقول الآن أنه B تربيع طبعاً هي عبارة عن 4 تربيع زايداً 3 تربيع ناقصاً 2 في 3 في 4 في كوساين 60 درجة بهذا الشكل طبعاً هذه هي الآي تربيع الآن لو جينا حسبناها يعني ممكن تحسبها هذه بشكل يدوي يكون الكوساين 60 معروف ولكن لو أحبت استخدم الآلة الحاسبة مباشرة سنقول أن A تساوي مباشرة أأخذ جذر الطرفين عشان أستخدم الآلة الحاسبة مرة واحدة وأستخدم الآلة بهذه الطريقة يلا نقول الآن جذر تربيعي لأربعة تربيع زايداً 3 تربيع ناقصاً 2 في 3 أو في 4 في 3 في كوساين 60 طبعاً هي تساوي نصف كوساين 60 وبالتالي سيطلع جواب معك جذر 13 جذر 13 لو أحبت تجيبها إلى أقرب جزء من 10 مثلاً يكون 3.6 لأن الناتج يكون عبارة عن جذر 13 شكل هو 3.6 والوحدة تكون بالمتر تكون بالمتر بهذه الصورة إذن كذا نكون أوجدنا هذه المسافة بأنها 3.6 متر بهذا الشكل باستخدام قانون جيب 8 نشوف تحقق من فهمك مرة ثوى ركض سعيد مسافة 6 كيلو متر في اتجاه معين ثم انعطف بزاوية قياسها 79 درجة وركض مسافة 7 كيلو متر ما المسافة بين النقطة التي بدأ منها سعيد الركض والنقطة التي وصل إليها نرسم الزاوية الآن هو ركض 6 متر أو 6 كيلو متر أحوان 6 كيلو متر ثم انعطف بزاوية قياسها 79 درجة بهذا الشكل هذه 79 درجة بهذا الشكل وركض مسافة 7 كيلو متر المطلوب مني أني أوجد البعد هذا أو الزلع الثالث فبالتالي أيضا سأستخدم قانون جيب التمام لأن هنا نلاحظ أن نعطاك ظلعين وزاوية محصورة بينهم فنستخدم قانون جيب التمام فبالتالي نقول لدينا ضلعين وزاوية محصورة بينهما فبالتالي نستخدم قانون جيب التمام يلا نستخدم قانون جيب التمام بسمي هذا A مثلا بقول أن A تساوي الجذر التربيعي على طلب أخذ الجذر 7 تربيع زاعة 6 تربيع ناقصا 2 في 6 في 7 في كوساين الزاوية المحصورة اللي هي أعطانيها 79 درجة ونحسبها بلالة الحاسبة نأخذ الجذر التربيعي نفس الفكرة يعني 7 تربيع زاعة 6 تربيع ناقص 2 في 7 في 6 في كوساين الزاوية 79 درجة بهذا الشكل ونضغط يساوي طلعوا الناتج كم 8.3 تقريب نقول الناتج 8.3 8.3 والوحدة بتكون بالكيلو متر إذن هذه هي المسافة الناتجة 8.3 كيلو متر يعني من خلال معرفتنا لقانون جيب التمام مباشرة نستطيع الوصول إلى الإجابة الصحيحة بذلك أخواني الكرام و أخواتي يعني وصلنا إلى نهاية الدرس يعني ختمنا الأمثلة الثلاثة لكن عندنا مثال مهم جدا حقيقة أو بعض الأسئلة في أسئلة التأكد مهمة جدا و دائما تجي في الاختبارات و أريد أن نأخذ وقتنا فيها شوية و أبغاكم تفكرون و تركزون معي حول هذه الأسئلة نبدأ بالسؤال رقم 5 السؤال المطلوب فيه قال لك حدد أنسب طريقة نبدأ فيها هل هو قانون الجيوب و إلا قانون جيوب التمام من المعطيات لأنه في الاختبار هو ما يقولك استخدم قانون الجيوب و لا يقولك استخدم قانون الجيوب التمام هو يعطيك مثلث يقولك إحل المثلث وأنت أعددبر نفسك وأنت مهم جدا أنك تحدد و شو الطريقة اللي تناسب طبعا من خلال المفهوم اللي احنا تكلمنا عنه هذا المفهوم للي احنا حددنا فيه كل حالة متى نستخدمها و متى نستخدم قانون الجيوب و متى نستخدم قانون جيوب grounds خلونا نشوف الآن المعطيات في المثلث الأول وإن كان يعني ما هو لازم نحل كل الفقرات في هذه المثلث لكن على الأقل خلونا نبدأ في كل مثلث من هالحالات هذه ونترك لكم عاد الباقي أنكم أنتم ما شاء الله بإمكانياتكم الجميلة وعقلياتكم الذهبية أن تستطيعون إكمال حل هذه الأسئلة لكن على الأقل أنا بعطيكم البداية والبداية خير وبركة وأنتوا عليكم عاد إكمال هذا السؤال شوف المعطيات الآن دائماً تسوي لك جدول حتى لو هو ما سوى لك جدول تحاول تسوي جدول وتلخص فيه المعطيات تحط الزوايا جنب بعض وكل زاوية قدامها ضلعها فأنا هنا أعطاك الزاوية A إنها 107 درجات وضلعي قابلها اللي هو 12 بهذا الشكل والزاوية أعطاك الزلع B بأنه ساوي 80 الآن بهذه الصورة أما الس لا أعطاك لا الزاوية ولا الزلع فبالتالي في هذه الحالة أيها الأخوة الكرام والأخوات ما هو أنسب قانون أنا ممكن أبدأ فيه هل أبدأ بقانون الجيوب ولا أبدأ بقانون الجيوب التمام لاحظ أن أعطاك زاوية وظلع مقابل لها زاوية وظلع مقابل لها فطالما أن الزلع مقابل وليس محصور إذن أفضل شيء بأستخدم قانون الجيوب أو أستخدم قانون الجيوب إذن هذا أستخدمه أما قانون الجيوب فلا أستخدمه في هذه الحالة لأنني أنا أبغى الآن أجيب اللي هو في البداية الزاوية B قياس الزاوية B وبعد ذلك ممكن أجيب أنا قياس الزاوية C من خلال زوايا المثلثة 180 وبعد ذلك أجيب الزلع C يعني أيضا بقانون الجيوب فلو حبيت أني الآن أقول والله ساين A على A يساوي ساين B على B وبالتالي ساين 107 على 12 يساوي ساين B وهي مجهولة مسبلي على 8 وبالتالي الزاوية بيها تكون ساين inverse لماذا؟ نفتح لهو كسر 8 في ساين 107 على 12 ويالله نحسب مع بعض باستخدام الأدى الحاسوب ونقول شفت ساين بهذا الشكل 8 ضرب ساين 107 على 12 وقفل القوس ويطلع الناتج 9.6 يعني تقريبا 40 درجة تقريبا 40 درجة طيب جبتها لحين 40 درجة أقدر أجيب هذه بقول والله 180 خلاص قلنا نحن ما رح نكمل بنترك لكم الباقي 180 ناقصا كذا 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 وبعد ذلك بقول والله ساين مثلا الأي على الأي تساوي ساين السي على السي خلاص قانون الجيوب هو اللي بيحل لي مثل هذه المسألة ما يحتاج هنا قانون جيوب فالمسألة صارت بسيطة وواضحة بهذه الصورة شوف سؤال 6 أيضا نريد أن نحدد طريقة المناسبة في السؤال 6 لاحظ ما أعطاك أعطاني الضلع C أنه يساوي 4 الضلع C أنه يساوي 4 وأعطاك الضلع A أنه يساوي 5 وأعطاني الزاوية B بأنها 96 درجة الزاوية هذه تعتبر زاوية مقابلة أو محصورة؟ أستخدم قانون جيوب التمام أما قانون الجيوب قانون الجيوب ما يناسبني هنا فبالتالي راح أستبعد قانون الجيوب وأخذ قانون جيوب التمام أول شيء أجيبه هو الضلع B ثم بعد ذلك أجيب طبعا طالما أن الزاوية هذه منفرجة فخلاص الزاوية هي الأكبر بتكون أقدر أجيب اللي هو الزاوية C أولا أو الزاوية A من الحرية في ذلك فممكن أجيبنا الأي وممكن أجيب الس باستخدام قانون جيوب التمام أو قانون الجيوب كلها صحيحة بالنسبة لي فبالتالي الزاوية B كيف أجيبه؟ قلنا راح نقول أن B يساوي من يلي جذر نأخذ جذر كبير خمسة تربيع زائدا أربعة تربيع ناقصا زي المثال الثلاثة اللي حلنا قبل شوي أربعة في كوساين الستة وتسعين هذا الشكل وطبعا نستخدم الآلة الحاسبة في إجراء الحسابات وقل جذر خمسة تربيع زائدا أربعة تربيع ناقصا ثنين في خمسة في أربعة ضرب كوساين ستة وتسعين درجة وقف باللقوس وحيطلب معي الناتج ستة فاصلة ثنين وسبعين ستة فاصلة سبعة تقريبا سيكون ستة فاصل سبعة هذا من نسبة لي طول هذا الضلع وبالتالي أنا مطلوب أني أجيب قياس الزاوية A قياس الزاوية B ممكن أستخدم قانون الجيوب أو قانون جيوب التمام هنا يعني لك الحرية ممكن تقول أن الزاوية A هي عبارة عن أو أن هذا القياس هو عبارة عن كوساين انبرس باستخدام قانون الجيوب التمام وقلنا بناخذ A تربيع ناقصا B تربيع ناقصا C تربيع على سالب بي سي مثل الطريقة اللي احنا تعلمناها يعني بهذا الشكل أو ممكن نستخدم قانون الجيوب أني أقول والله ساين الزاوية B على الضلع B ساوي ساين الزاوية A على الآية وأطلع نفس الزاوية أما هذه يفضل أني أطلعها باستخدام مجموعة زوايا المثلث 180 لأنه عندك كذا يكون زاويتين زاوية هذه معطات والزاوية A مثل ما تقول أوجدتها وبالتالي يبقى لك الزاوية C خلونا نشوف آخر سؤال معنا في هذا الدرس أيضا نفس الشيء هنا أعطاك مجموعة من المعطيات الزاوية R بأنها 35 درجة والضلع S اللي هو 16 والضلع T اللي هو يساوي 9 فهل الزاوية R هنا زاوية محصورة راح يقول لا في الجدول ما هي محصورة لكن طالما أن أعطاك أنت ظلعين وزاوية ما لها دخل فيهم فهي زاوية تعتبر زاوية محصورة لأنها ما لها علاقة في يعني ليست مقابلة لأحد الله فبالتالي هي تعتبر محصورة الزاوية إما أنها تكون مقابلة للضلع ولا تكون محصورة بين وظلعين فبالتالي ما عندي حالة ثالثة لو كانت زاوية المعطاة هنا أو كانت هنا كانت مقابلة لكن طالما أنها لوحدها ما لها حرفي قابل فهي زاوية محصورة الآن مطلوب أني أوجد هذه الزاوية المحصورة من خلال من خلال قانون جيوب تمام أجيب الضلع اللي قابلها اللي هو الـ R فبالتالي أبغى أجيب أشياء الضلع R وبعدين ممكن أنا أجيب اللي هو الزاوية S والزاوية بعدين أخيرا الزاوية T بالنسبة للـ R للضلع R أقول R يساوي جذر التربية أبغى أخذ جذر أبغى أخذ الأضلاع نحن 16 تربية زايداً 9 تربية ناقص 2 في 16 في 9 في كوساين 35 درجة بهذا الشكل أحسبها مرة واحدة بالآلة الحاسبة أقول جذر 16 تربية زايداً 9 تربية ناقص 2 في 16 في 9 في كوساين 35 درجة قفل القوس وحيطلع مع الناتج 10.05 يعني تقريباً 10.1 نقول 10.1 بهذا الشكل لاحظ أن هذه الزاوية ليست الزاوية الكبرى فأن هذه هي الزاوية الكبرى بالنسبة لي وهي الزاوية S فبطر أني أستخدم قانون الكوساين فبقول أنها تساوي كوساين أمبرس لما يلي S تربية الزاوية تكون كبيرة إذا كانت تقابل أكبر ضلع سالب 2 في R اللي هي 10.1 في T اللي هي 9 خلص أحسبها باستخدام الآلة الحاسبة قلت لها المسائلة لأنني ضر فيها للآلة الحاسبة 16 تربيع ناقصا 10.1 تربيع ناقصا 9 تربيع على سالب 2 ضرب 10.1 ضرب 9 سيكون دقيق يعني شوية في كتابة المعادلات خوفهم أن يكون في خطأ فبالتالي يشوف الزاوية طلعت منفرجة 113 يعني لو واحد تستخدم قانون الجيوب ما رح تطلع معها الزاوية هذه على فكرة فبالتالي دائما توجد الزاوية الكبيرة أفضل يطبق قانون جيب التمام فهذه بتصير 114 درجة 114 درجة تقريبا خلص لأن الزاوية تي والله حليت هذا كامل أنتم كده يعني مشيتوها علي المحروب أنه ما أحل لكم السؤال كامل ولكن حليته بشكل كامل فأتمنى أنكم تكونون يعني أهم شيء استوعبتم الفكرة الأساسية عرفنا كيف نحدد وشي القانون المناسب سواء قانون الجيوب أو قانون جيوب التمام ولا بد مثل المساء أنك تتدرب على الحسابات تجيب معك الأهل الحاسبة لأنه ما يصير وقت الاختبار مثلا توق الدورة على حاسبة وبعدين أستاذ كيف أستخدمها وشي الطريقة وكيف أضغط الشفت ساين وكيف أفتح كسر كيف أضع التربيع يعني الحسابات هنا معقدة فبالتالي أحاول أن أتدرب على استخدام الآلة الحاسبة وهي مهارة مهمة جدا حتى أصل إلى حل المثلثات هذه أتمنى أن يكونوا فقط في طرح هذا الدرس نلقاكم على خير في الدرس السادس من دروس هذه الفصل ويعني كذا نتعدين منتصف الفصل فأنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا مستفيدين ومستمتعين في أمامنا